ماذا اليوم؟ اليوم يوم الهي هيا يا ركلا اليوم اليوم الهي اليوم يوم الهي بارك الله فيك. شكرا جزيلا ماذا تعني؟ هذا يعني بشيء جيد. اليوم يعني هناك شيء يعني بشيء نعم الحمد لله. شكرا اليوم يوم الهي السلام عليكم يوم الهي صباح الخير صباح النشاط صباح الاجابية صباح صباح العياد صباح الفراح صباح انا ما في موجود الله موجود يا ويلك تسوي اي شيء غلط ما تطلع برا مني مناك وتخلي بالك من الشغل شو سويته الحين هناك؟ انا لاتشو سيبا جديد متن تعرف كم فيه تأخير؟ واحد شهر كامل فيه تأخير احنا هذا مين غلطة؟ انا غلطة هذا الحين خلاص من يبرد الوقت سوي شوي براد هاي بعد عشرين يوم بعد عشرين يوم هاي؟ اروه 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 تاني شا اسمي؟ توني والله هو وادي دبك انا هو وادي دبك انا وايد حبك انت؟ قدرك حلو زين شو هلي؟ توني بي موت تعال هالة تشلي بسمنا توني بعد تعال يا ويلك عناية خل بالك بالبيت حط وره اركز على ها مكران ما يخلي يجيب نفرات مني عند الباب عيب هذا بيت فاميلي نفر دريول ولبشكار ما يجيب نفرات صديق صديق وقف منك برا عند باب مسيد عند اي مكان لكن بيت عائلة فاميلي ممنوع رجال داخل يدخل نزيل؟ يلا سوي سلام عليكم نفرات هذا كلام بقى فيه بس حق مكران حق كلش نفرات كل دريولي بشاتير كلش ممنوع يجي نفر داخل شكرا شكرا شو قلت اخر شي شكرا قولي صباح النور والسلام عليكم شو اخبار؟ حب ذلك كل شي ازيل؟ سلام عليكم رب هي الله صديق بالعينا بسيار بدون اني عندما نتحدث بين من اي موجود انها تلطرعني انها تلطرعني تتبع الصباح الخير ارجوك 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 سلام عليكم صباح الخير صباح النور كيف حاصل؟ كيف حالكم؟ شكراً شكراً شو اليوم ريوغ فرنشة؟ بصامة ايوه بسرعة في اويل؟ لا احسن شكراً 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 اللي ما عنك حد نشاد عنك يعني تازم كأنك وحيد كل شي عليك كأن حد يصدق عليك أن يرس في مطعم تطلب أني أصبحت الصبح يا ربي شو بأسوي أني تنشي الصبح كل شيء كل شيء زاهب كل شيء معدل كل شيء حطوه جدامك وكل شيء موثق وكل من أروع ما يكون والشي اللي أنت تباه هاي عم مشكلة حين السفر من تسافر تازم شارة الطلاب اسميهن هاك اليوم كلا اللي تبدي إلا زمزمية مرابي زمزمية مرابي زمزمية مرابي زمزمية مرابي دلة عادية دلة عادية يعني شو فيها من اليور ولا المنكر بيت عائلة تساير وياي حريم كبار وصغار يعني يعني دلة بعد شي رجالية دلة دلة يعني هاي تدل على بيئة البيت إنه في حياة في نشاط وفي ريائيل وفي حريم في فروغ وفي بنيات وفي كبار وصغار أنا ما بلازم أظهر لها ستكل يعني هاي تابعي زمزمية زمزمية مرابي زمزمية مرابي إلا شو إن شاء الله ما تربيين اللي أسميها عقدتني عقدتني من هاك اليوم كل ما شافت لون غريب هابوي زمزمية من زمزميات المرابي إلا شو تربي من قطو ما يندراب همني عادي هي هاي سلم عليك الريال اشتركوا في القناة 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 ما أسكن اللي فيه القاردن سيتي مكان وايد زين القاردن سيتي هي اللي وين السمي رميس وقراند حيات هناك على البحر اللي ساكنين العام وعام الأول ولي قبله ولي قبله تعيبني سكنت هجرة كبار ونظيف وما يخلوني حدي يصير ولي يجي والناس اللي تسكن فيه كلها فنانة واللوبي ماله نظيف عود كم كبره وفيه مول صغيروني وكذا مطعم فيه غاويات ويلسيت الحوض بعد وايد فنانة يسدك اللي مشاهد النيل مشاهد النيل روحه يسوأ لك كتوما فداعة الرحمن فداعة الرحمن يا بوظبي فداعة الرحمن يا دولتي فداعة الرحمن يا إماراتي فداعة الرحمن يا من سكن فيك فداعة الرحمن يا من وططريله على أرضك يا من سكن فيك وعاش وكل وشرب وخطف حتى ليمر في أجوائك يعلى الله يحافظك ويسر أموره ويحافظكم ويعودنا عليكم إن شاء الله سالمين غانمين يا رب العالمين لا فاقدين ولا مفهودي بجاه اللي ما تنام عينه أن الله يحافظكم ويسخر لكم اللي أرضو من عليها ويبارج فيكم يا رب العالمين ويحافظ بيتي وهالبيتي من كل مكروم ويحافظ بشاتيري وعمالي وزراعتي اللي احترك ثلثينها شو بقولكم كل شيء ويحافظني إن شاء الله وإني أرد لكم بخير وسهل وإني حين من أوصل ليلة سبعة درمس وياكم واسول تعال حين سار المطار وإن شاء الله نبت تسوي لأمور طيبة شفنا شيء زين بنصوره نشفنا شيء عدل بنطريه وبنشوفه كل شيء عدل يغالي شفت حد يعني من صدقاني ولا شياته بيسافر ويبانا نصوره ولا شياته ترى بلصوره أقولكم ترى الرقم اللي حطيته الحين على الصفحة مالتي على اليوتيوب هذا رقم التواصل مع الواتساب ما برقم اتصال رقم التواصل على الواتساب اللي عنده مقطع فنان لوشيات له ولا أي شيء فنان يرزع إني أحطه وأنا أشوف أموال بحطه لكمية على ستوني حقا بعد أكلس عن شيء في الدنيا العودة ما شيء أكلس عن شيء في الدنيا العودة ما شيء أبدا ما شيء هتقولوا لي شيء أكلس ولا أنظر ها طيب حال يعني كان شيء زحمه لوشيات عند الشيك إن يكون من نوادر تلقى في المطار شيء استراحات مقابل الشيك إن فمطار بوضبي ما شاء الله تبارك الرحمن خاصة في الاتحاد وين طيران الاتحاد حاطين استراحات للحريم كبار والإنسان يبقى عندهم فروق والأعيال هم اللي شيء يريدون يسترحون فعدها للشيك إن حاطين استراحات واستراحات فخ مبعد مش أي استراحات شيء جميل وثنان يعني هم الأشيء اللي يتميز مطار بوضبي تبارك الرحمن شوف يوم إتي يوم إتي قبل ما طير الطيار بوقت يعني يكون وايد أفرز لك وترو تتمشى في المطار وطار تسلم على العرب تشوف الناس الناس تشوفك تتمشى في السوق الحرة يعني يكون شيء وايد جميل إذا إنه كثير من وقت فكل من يأتي من الوقت وايد أخيات شوف ترايا اللي ما يتراياك اللي ما يتراياك على كل حال ما فرض أنك تترايا لأنك أنت المحتاجين له كان قطار كان ها طيارة كان شيخ أمير ملك باخرة أي شيء من هالنوع لازم أبوية أنك أنت تتراياه ما بوية يتراياك وما بيتراياك ما بنسجاد عنك القطار بيمشي بكوبالياك الشيخ ما بيتراياك الملك ما بيتراياك ملك وما هي الضروري أي إنسان يبقى شيء لازم لازم كيف أقولكم يعني ما بياخذ الدنيا هوي 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 وما لعيله مرة ما لأي معنى وما هي الضروري أنك أنت منتسير حتى أي جهة من الجهات اللي أنا أعديتها عليكم حتى الموعد الدكتور لازم تسير لي من الوقت أي شيء عندك خاص فيه تسير من الوقت لأنك ما تعرف ظروف الضروف الضريج شوي ستوي زحمة حد لبارض ما لبارض أهم شيء أنك أنت بوي تترايا اللي ما يتراياك واللي ما يتراياك عديتنا هنا كم شاية واللي باجي العلم عند الله كان شيء أنا ما أتذكره لأن هاي أنا في حياتي هاي أهم شيء هاي أهم شيء الطيارة القطارة الشيخ الملك الرتبة يعني الأشياء اللي أديتها طيارتي هنا تدرس عكا أهد عشر ونص أهد عشر ونص ومن تسع ونص ونمشتن وصلت المطار الساعة عشر إلى خمس وعيدتنا الله خير وسوينا الشيكن وما شيء كالب حق العيلة وتتمشى وتيلس في اللونش وعطوني بعبشيركم هاي البطاقة ما للاتحاد إذا أنك يعني حاجز على البزنس تروم تدخل بها اللونش ما للفيرست ما ديش يسمونها هاي البطاقة لها اسم كبعة مشكوريين وزهم الله خير هاي طيران الاتحاد ما قصرها وأنك يعني تقص في البزنس ويعطونك البطاقة هاي تستعمل فيها اللونش ما للفيرست هذا أولاً وثانياً يحق لك تشل ثلاثة شنات بدال الشان الطيل ويزيد لك بعد وزن ثلاثة يزيدون لك وزن ثلاثين كيلو بدال ما تشل أربعة وستين كيلو أه تشل أه ستة وتسعين كيلو تنهن هي ثنين وثلاثين ثنين وثلاثين ثنين وثلاثين كل قطع لك ثنين وثلاثين اللي على البزنس يعطونها بروح من حرمالك ثنين وثلاثين وديتين يعني أربعة وستين شنقتين آه وتروم تشل الشنقة الثالثة هلا من عندهم هاس حبه يعني يعني كم سائد يعني اللي يعطونه البطاقة هاي رصاصية اللي مكتوب عليها الاتحاد ويصحلك بعد انك انت يعني تحصل شاسمه يدخلونك المال الفيرس نعم نعم يلا بس عادة عليكم اقولكم في المطار لقيت شي خيمة وهذا مكتوب عليها خيمة الحنة في المبنى رقم ثلاثة هاي شو شغلت الحرمة اللي يتخدم الخدمة اللي يسلمكم تحني ومدود مدود الحنة الدخل لمساعدة الأطفال أعتقد المشردين أو ومدود الحنة تحني ومدود الحنة تحني يعني صومالي صومالي ومدود الحنة صومالي 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 بسرعة مطار أبو ذلك انزيل حين انت تتواصل وياي كل يوم على الواتساب على السناب على السناب نعم حتى على الواتساب يا غير ما قلت لي انك بتسافر بس لانا خبرتني العصفورة لا لا انت ساير مصر والله لا لا كل حديد يبني ساير مصر لكن كيف لقيت حجز وش معنى على ذا بسرحلاتيات وحياتك والكتل يحذالك بعد يا ربي مقوىك ما يقول عنك شي حاضرين 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 هذا اللونج مال مال الطيران للتحاد مكان راقي وفنان جميل وفخم وايد حلو ومرتب وبكبره يلقى بكبره يلقى بمعنى الكلمة شيكا باي ملاك صغيرونات يعني مكان جميل ومره على الأطلالة يا عليسقى يفتحون المطار لدي يا عليسقى إن شاء الله إن شاء الله همي بنكون موجودين أول الله يا لست أرمسوا يا جماعة خاري فلذلك ما كان شيء وقت ما كان شيء وقت إني أيلس في اللونش ولا خاطري والله أيلس أسولف وأرمس وتقهوة لغل ما شيء وقت أنا يعني متأخر هب يا يم متأخر يعني قلت يا في بالي أني أصير اللونش متأخر فلذلك يعني حين أصيرت خلصت لفة في ديتي وأنا ظاهر وله كذا مدخل شيء من فوق شيء من تحت وعلى ينب ومن ناكي وشرق وغرب كذا مدخل له كذا مكان يعني وكل مكان له خصوصيته ورقية ومكانه كل مكان واي جميل فنان ورقم واحد شكرا لك 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 شكرا لك